افتتح النادي الفيصلي مشوره ببطولة درع الاتحاد بتحقيق فوزا عريض على البقعة بثلاثة أهداف دون رد وأهداف الفيصلي جاءت عبر كل من إبراهيم دلدوم ومحمد العكش وأحمد العرسان وبهذا الفوز رفع الفيصلي رصيده إلى ثلاث نقاط متساويا مع الرمثة في ذات المجموعة بانتظار الفائز من لقائه ما يوم الخميس لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور نصف النهائي فيما ودع البقعة البطولة بتعرضه لخسارتين متتاليتين انتقل المدافع الدولي أحمد صغير رسميا إلى صفوف نادي الحدود العراقي لللاعب معه خلال الفترة المقبلة ومن المنتظر أن ينضم صغير إلى تدريبات الفريق العراقي خلال الأيام المقبلة وسبق لصغير اللعب في صفوف أندية الفيصلي وشباب الأردن والأهلي كما مثل المنتخب الوطني يذكر أن نادي الحدود يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدور العراقي أطلق اتحاد غرب آسيا وبارا فوتبول استراتيجيتهما المشتركة والمشروع التطويري الذي يستهدف كرة القدم لذوي الإعاقة وأكد سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على أهمية هذه الخطوة التي تسهم إلى حد كبير بمنح نشاط كرة القدم لفئة ذوي الإعاقة كما قال سموه أن كرة القدم للجميع وهي رسالة على الجميع حملها وتعميمها وتطبيقها وأن نتعامل مع لاعبي كرة القدم من ذوي الإعاقة كبقية اللاعبين الأصحاء وأن لا نخجل من ذلك حافظ فريق أمجوز على لقب بطولة دور الناشئين لكرة اليد بعد فوزه على فريق كفرسوم في المباراة النهائية التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية وأنهى أمجوز اللقاء لصالحه بنتيجة 26 هدفا مقابل 22 في مواجهة شهدت قمة في الندية والإثارة بين الفريقين وبعد نهاية اللقاء سلم رئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد أصحاب المراكز الأولى بالميداليات والكؤوس وسط ترتيبات تتوافق مع البروتوكول الصحي الصادر عن اللجنة الأولمبية نحن سعيدين بانتهاء بطولة الناشئين بطولة موليد 2004 وهاي الفئة اللي احنا تقريبا بدأنا فيها مراكز واعدي بال2018 نرى اليوم مجموعة من الفرق المميزة ابتداءا بالبطل الأمجوز اللي نبارك له طبعا والمركز الثاني كفرسوم اللي بيأدي أداء وعنده مواهب ما شاء الله عليهم متازين بالإضافة لتصح أصحاب المراكز الثالث اللي هما واد السير والناد العربي اللي فيها مواهب البطولة أفرزت مجموعة مميزة من المواهب إن شاء الله اللي رح ترفض المنتخبات الوطنية منتخب الناشئين اللي رح نحتم فيه إن شاء الله بمرحلة القادمة بشكل كبير لنتحضيرا لبطولة آسي للناشئين عدى فريق أرسنال بفوز ثمين من أرض مستضفه الإستر سيتي وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدف ضمن لقاءات المرحلة السادسة والعشرين من الدور الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سجل للمدفعجية كل من المدافع البرازيلي ديفيد لويز والفرنسي أليكزاندر لاجازيت والإفواري نيكولاس بيبي فيما سجل البلجيكي يوري تيليمانس هدف الإستر سيتي الوحيد وبهذا الفوز أصبح رصيد آرسنال 37 نقطة في المركز التاسع وتجمد رصيد لستر عند النقطة التاسعة والأربعين في المركز الثالث